بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الوبيل على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى يوم الدين أيام أحزان أهل البيت وأحزان إمام زماننا على مصيبته بأمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها الذي ظلمها أسس الظلم على آل محمد والذي اختصب حقها وهجم على دارها أسس كل مصائب وكل المصائب التي نزلت على أهل البيت عليهم السلام نبرأ إلى الله من ظالميها من قاتليها من الراضين بظلمها من الراضين بقتلها ونسأل الله أن يجعلنا من الطالبين بثأرها بين يدي إمام زماننا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد تعقيباً على الموضوع الذي طرح في الأسبوع الماضي وربما أيضاً كان في الأسبوع الذي قبله حيث كان حديثنا بعض الروايات عن الخراساني وبالذات كان بداية حديثنا عن رواية بخصوص هناك ثلاث رايات أو ثلاث جيوش ستدخل إلى العراق قبل ظهور إمام زماننا وهي هذه الريات عبارة عن مقدمة لظهور إمام زماننا صلوات الله عليه راية الخراساني وراية اليماني والسفياني جيوش ثلاثة فالبعض يتصور أن فقط الجيش الجيش اليماني هو المندوح وسائر الجيشين مذمومان نقلت في الأسبوع الماضي رواية يمكن واحدة وربما استارب منها الكثير وصار تداعي عند كثير من الأخوة المؤمنين يسألون بالذات عن الخراساني هل راية الخراساني أو جيش الخراساني أو شخص الخراساني ممدوح أو مذموم لأنه البعض عنده مبهم هناك ثلاث رايات تدخل إلى العراق وفي الرواية التي قرأناها في الأسبوع الماضي وهي معروفة قالت أهدى الرايات راية اليماني فيتداعى إلى ذهن البعض بأنه أهدى الرايات يعني فقط الراية المهتدية الجيش المهتدي هو جيش اليماني فيبقى يتصور أنه جيش الخراساني وجيش السفياني على ضلال فسأل مني بعض الأخوة في مجلسنا هذا يا ترى الخراساني أو السيد الخراساني أو الجيش الخراساني هذا مذموم أم ممدوح بحسب روايات أهل البيت عليهم أضر الصلاة والسلام يا ترى سيكون الخراساني وجيشه من أنصار إمام زماننا أم من الذين سيحاربون إمام زماننا عزي الله تعالى فرجه الشريف طبعاً هذا التساؤل للبعض لهم الحق في التساؤل لأنه أنا أعزوه أعزوه لقلة ثقافتنا وقلة معلوماتنا عن إمام زماننا أصلاً كأنه سبحان الله يعني المجتمع الشيعة تربى فللتربية بعيدة عن إمام زماننا وعن ظهوره ربما فقط عندما يمر المؤمن في ساعات حرجة من حياته ساعات حرجة في زمانه فقط عند ذلك الوقت يتذكر إمام زمانه لعله يحصل الظهور في يوم ما لينجينا من هذا الوضع البائس الذي نحن فيه فقط في أوقات معينة فقط في أوقات الشدد وهكذا ربي مجتمعنا الشيعي مع الأسف الشديد فقلت ثقافة قلت معلومات وأنا أتهم يعني أنا أسيء الظن أنا أسيء الظن أسيء الظن بالذين ربوا هذا المجتمع جعلوه بعيد عن إمام زمانهم بعيد عن ثقافة الإمام بعيد عن ثقافة ظهور الإمام بعيد عن مجريات أحداث ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قال لي لحد الآن الكثير من الشيعة ليس قصدي فقط في هذا المكان تعلمون هذا المقاطع وهذه الفيديوهات تسجل وتنشر الكثير منهم يتساءل هذا السؤال وما يعرف ما عنده معلومات أن الخراساني مذموم أم ممدوح ملعون أم مرحوم فعلى أي حال البعض سأل مني هذا هناك روايات تمدح الخراساني أو تذمه طبعا هذه روايات تحتاج الروايات الثلاث هذه الجيوش الثلاث يحتاج إلها تفصيل روايات كثيرة بخصوص مجريات وأحداث الظهور وبالذات هذه الجيوش الثلاثة لأن هذه الجيوش الثلاثة عندما تدخل إلى العراق يعني من بعدها بعدة شهور قليلة يحصل الظهور ويظهر إمام زماننا عجل الله تعالى فرجعه الشريف وفي هذه الأيام المؤمن لما يرى هذه الأحداث التي تجري في منطقتنا تجري في العراق في إيران في بلدان الإسلامية الأخرى في فلسطين في الأماكن الأخرى في الشام كلها كأنها تبشر بقرب الظهور فإذا نحن نتباشر بالظهور وبقرب الظهور كيف لا نعرف الأحداث التي ستجري قبل ظهور الإمام أو تكون مع ظهور الإمام إذا لم نعرفها ربما نفتة ربما نصاب في ديننا ربما نذهب إلى راية وإلى جيش ننصره هذا الجيش يكون مخرجاته ضد الإمام الحجة وضد الظهور الشريف وهناك طبعا تيارات موجودة كثيرة على طول فترة الغيبة تيارات ضد الظهور من الشيعة لأنها منتفعة بغيبة الإمام منتفعة بعدم وجود الإمام كما حصل ذكرت لكم سابقا اليهود وبعض النصارى تركوا بلدانهم لأنه أنبيعهم بشرهم بظهور النبي آخر الزمان وين؟ في مكة وفي المدينة تركوا بلدانهم جاءوا إلى الحجاز منتظرين لظهور النبي لما ظهر كثير منهم لم يؤمنوا لأنوا رأوا إذا آمنوا به كانت لهم رئاسة وكانت وجاهها في المجتمع وأموال تجبى إليهم وحيثيات امتلكوها إذا قالوا هذا هو رسول آخر الزمان يعني كل هذه الجاهيات والوجهيات والحيثيات والرئاسات والأموال كلها ستذهب من أيديهم فنفس الشيء على طول الزمان يقول التاريخ يكرر نفسه هو واقعا هكذا بالنسبة لظهور الإمام الزماني هناك تيارات من نفس الشيعة من نفس المنتظرين مو بصالحهم يحصل الظهور ولهذا يحاولون أن يعموا الشيعة عن محدثات أو مجريات ظهور إمام زماننا ولهذا يسألون مستغربين البعض الخراساني وحركة الخراساني وجيش الخراساني هذا ممدوح بحسب رواية أهل البيت أم مضموم سيكون من ضمن أنصار إمام زماننا جيشه أم من الذين سيحاربون إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ما أريد أن أوطيل عليك المقدمة والجواب على هذا السؤال طبعا روايات جدا كثيرة تبين حال الخراساني وجيش الخراساني وبلاد الخراساني وانت تشاهد ربما قبل لا أدخل في قراءة الروايات تشاهد هذا موجود النفس عند أغلب الشيعة يحاولون تشويه صورة بلاد الخراساني واللي جعلوا كثير من الشيعة العرب يكرهون بلاد الخراساني ويعادون بلاد الخراساني هذه طرق ملتوية تلك التيارات التي أشرت إليها يسلكونها لإبعاد الناس عن إمام زماننا وعن ظهوره الشريف فروايات كثيرة بخصوص ظهور إمام زماننا وبخصوص الخراساني وجيشه ممدوح أم مذموم أنا راح أقرأ إليك أربع أو خمس روايات بس وأحاول لهم شنو ما أعلق عليها بس أقرأ لك الروايات وفرد تعليق جداً سريع و بسيط لأنه أخشى أن يطول عليك المقام لكن أنت راح تفهم و راح ترسم عندك صورة من خلال قرأة هذه الروايات روايات كثيرة جداً لكن أنا أختصر إليك المقام لأنه ذكرت سابقاً إخواني المؤمنين أنه الخراساني واضح محله خراسان محله إيران محله بلاد فارس المشرق يسمونه رايات المشرق أهل المشرق أهل قوم أهل الري أهل خراسان وهكذا كل هذا يتحدث عن البلاد بلاد الخراساني فروايات كثيرة بهذا الخصوص وردت عن آئمة أهل البيت عليهم أرض للصلاة والسلام راح أبشع معك في رواية من كتابي بحار الأنوار وقدم قدم أتقدم معك حتى تتضح أنتنا ثلاثة صورة واحدة على الأقل عن الخراساني وهل هو مذموم أم ممدوح هذا كتاب بحار الأنوار جزء سبعة وخمسين بحسب طبعة بيروت وجزء ستين تكون حسب طبعة إيران الرواية صفحة 214 عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال إنه يعني الإمام الصادق ذكر كوفته يعني صار إما الإمام هو أو جماعة الذين حوله ذكر عنده كوفة حديث عن مدينة الكوفة الكوفة تعرفون أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يمدحونها كثيرا لأنه موطن شيعتهم وهي كانت موطن أمير المؤمنين وستكون أيضا موطن وعاصمة إمام زماننا صلى الله عليه وسلم عليه فقال إنه ذكر كوفة وقال يعني كان الإمام تحدث عن كوفة إلى أن وصل الكلام إلى هنا قال ستخلو كوفة من المؤمنين مع أنه يمدحون الكوفة ويحبونها إلى أئمة يقول سيأتي يوم الكوفة ستخلو من المؤمنين هذه جدا ملفتة للنظر قال ويأذر عنها العلم في الرواية موجود يأذر وداخل قوسين في الرواية موجود شنو يأرز المعنى الصحيح يأرز يأرز شنو يعني ينكمش يجتمع ينلم يأرز عنها العلم العلم ينلم من عنها يجتمع من الكوفة كما تأرز أو كما تأذر الحية إشلون الحية تجمع نفسها طولها كم متر لما تجمع لما تجمع نفسها راح تكون فتح حلقة صغيرة فالعلم يقول والإيمان ينقابل قال ستخلو كوفة من المؤمنين بواسطة أي شيء لما العلم راح ينكمش منها مثل ما تنكمش الحية وتلتم ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم هذا العلم طبعا أي علم هو المراد به علم أهل البيت مو العلوم الأخرى العلوم الإلهية العلوم الإلهية عدما موجودة العلوم الإلهية التي يريد منها الإمام هنا تأرز هذه العلوم تجتمع هذه العلوم يعني علوم الآئمة علوم آل محمد عليهم أرضه للصلاة والسلام فيقول هذا العلم راح ينكمش ينجمع من الكوفة ليش من الكوفة لأنه الأئمة أغلب أصحابهم الذين يحملون علمهم كانوا منين من الكوفة وكيف الإمام الصادق يقول راح دول يجتمعون هو كان الإمام يحف أصحابه وأشياء على ترك الكوفة يعلم ماذا سيجري في الكوفة من قتل وذبح وتشريد لأشياءه والإمام يريد أن ينشر العلوم الإلهية فكان الإمام بصورة غير مباشرة وبعض الأحيان مباشرة بعض أصحابه يأمرهم بالرحيل عن الكوفة وين إلى قم الإمام هم ماتن جاي أشرنا إلى هذا الأمر يقول هذا العلم راح ينكمش من هنا يعني بواسط العلماء راح يطلعون من هنا وتلامثة العلماء أغلبهم كثير منهم هو أمرهم أن يخرجوا من الكوفة إلى قم قال ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم شو الصير تصير معدنا للعلم قم بدل من بدل الكوفة تصير معدنا للعلم والفضل يعني تكون أفضل ناس كانت في زمان بالكوفة راح تصبح أفضل الناس وين في قم حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين هذه قم والعلم الموجود فيها سوف ينتشر من قم ينتشر بشكل اللي ما يبقى واحد مستضعف في الدين ماك واحد يقول أنا ما أفتهم الدين شنو ما أعرف الدين شنو الكل راح يصير على بينه من أين من إشعاعات علمي أهل البيت التي تخرج من قم بدل الكوفة قال حتى المخدرات في الحجال النساء اللي في بيوتهم في غرفهم جالسات حتى هذني راح يصبح شنو تقام و تقام عليهم الحجة راح يتعرفون على علوم أهل البيت وانت ما يريد أنا بعد أبيل لك انت عندك الآن يبدو يتضح وبعدين الامام راح يأشر هذا يكون وين قبل ظهور مهدينا عجل الله تعالى فرجع الشريف قال حتى المخدرات في الحجال وذلك هذه العبارة عند قربي ظهور قائمنا متى تكون قم تشع بنور علم أهل البيت واللي بحيث ينتشر في كل مكان علم أهل البيت وحتى المخدرات والنساء في الحجال في بيوتهن في محل خدرهن راح يتعلم العلوم أهل البيت يقول عندك قرب ظهور مهدينا عجل الله تعالى فرجع الشريف فمعناه هناك ثرد حركة ستكون قبل الظهور مصدرها قم والعلم الذي فيها هو علم أهل البيت فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحج ولولا ذلك لساخة الأرض بأهلها تصبح قم كأنه تنوب عن صاحب الأمر والزمان كأنه لما تنشر من علوم أهل البيت وتتم الحجة على الناس وحتى المخدرات في الحجال رح تقوم مقام الحجة وهذا اللي يفهم اللي يفهم طبعا رح أبيلك أنا هو هذا يعلم شوي لما أستمر بالروايات ما تصور علوم أحكام وعلوم فقه هذه علوم أهل البيت تختلف ما تصور رسالة عملية ومرجح تقليد لا أهل البيت هو هذا هذا علوم أهل البيت صار لأكثر من ألف سنة رسالة وتقليد ما صار شيء ولا كل من يدعي قال فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخة الأرض بأهلها ولم يبقى في الأرض حجة فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب كل بقاع الأرض رح تسري من قم علم أهل البيت عليهم السلام وتقام الحجة في كل المشرق وكل المغرب عند قرب ظهور المهدي مقبل ربما قبل مقدمات لكن الخلاصة حركة في علم أهل البيت في خدمة أهل البيت تكون في قم قبل ظهور إمام زماننا عج الله تعالى ورجه الشريف أكمل لك الرواية فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والألو عن طريق عليه أفضل الصلاة والسلام الدين هو إمام زماننا في هذا اليوم فراح من قم ينتشر علم الدين الدين وما راح تبقى ما راح يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين ما راح يعرف صاحب الأمر من هو وماذا يريد وين من قم لم يبلغ إليه الدين والعلم وعلم الدين يعني علم صاحب الأمر والزمان وين كان وما نه كل العلم لكن الناس كلها راح مشرق ومغرب راح تعرف صاحب الأمر منه وثورته ما هي وماذا يريد يصنع فمنهم من يتحضر لمقادلته ولمحاربته ومنهم سيحضر نفسه لنصرته معناه قال ثم يظهر القائم عليه السلام من بعد ما تحصل هذه المقدمة من قم من العلم الذي خرج من الكوفة من زمن الأئمة ما تقول لي هذا زمن الأخير علم الحوزات إذا أريد أن أسمي علم أهل البيت جزء جدا يسير جدا يسير من علم أهل البيت عليهم السلام علم أهل البيت معرفة الإمام علم أهل البيت معرفة الله علم أهل البيت معرفة فضاء الأمير المؤمنين مقامات أمير المؤمنين مقامات صاحب الأمر والزمان يتعرف المؤمن على إمام زمانه هذا العلم هذا هو الدين وهذا هو علم الدين إذا حصل هذا الشيء انتشر ثم يظهر القائم عليه السلام ويسير سببا لنقمة الله وصخطه وصخط على العباد ذاك الوقت عندما يظهر بعد راح يصخط الإمام على العباد قال لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إمكارهم حجة لما نقوم وأهل قوم نشروا علم أهل البيت وعلم الدين في المشرق والمغرب من بعد سيحصل الظهور وراح يظهر الإمام وينتقم لا ينتقم الإمام إلا من بعد إتمام الحجة على الخلق إتمام الحجة يكون بنشر علم الإمام أولت الصورة أرجع أكد صور علم الحوزة لأن عدنا حوزة كانت بالكوفة أو بالنجف ألف سنة وحوزة كانت في قوم صار لها ميتين سنة تقريبا أكو علم من نوع آخر توجه من نوع آخر مخصوص بإمام زماننا هذا سيكون الإمام يبشر به سيكون من قوم زين وين هذه قوم المراد قوم هذه المدينة وهذه البقعة الموجودة التي يوزار فيها مولاتنا فاطمة المعصومة صلى الله عليه أم شيء آخر قوم أيضا في نفس الكتاب كتاب بحار الأنوار جلت سبعة وخمسين صفحة ميتين وستعش أيضا عن الإمام الصادق يقول وروي عن عدة من أهل الري الري وين صاير طهران فعلية طهران الفعلية سموها ري المقبور فيها السيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه قال وروي عن عدة من أهل الري أنهم دخلوا على أبي عبد الله عليه السلام وقالوا مجموعة جايين من الري دخلوا على الإمام الصادق عرفوا أنفسهم ماذا عرفوا أنفسهم قالوا نحن من أهل الري ماذا كان جواب الإمام فقال مرحبا بإخواننا من أهل قم جاي يقولوا نحن من الري الإمام ما يجاوفهم مرحبا بإخواننا وريدك تلتفت بإخواننا يقول الإمام صير دقيق ويفهم كلام أهل البيت عليهم السلام وهذه الكلمة لأي من ما يطلقوها لأي كان مرحبا بإخواننا من أهل قم فقالوا كل واحد جايين في الدولاي يقول لي عن مفلان كان هو يقول له يسميه بغير ولاية يتأذى طبعا فقالوا نحن من أهل الري فعاد الكلام قالوا ذلك مرارا مرارا يعني أكثر من ثلاث مرات كروا عليها يا ابن رسول الله احنا من أهل الري شي جاوبهم نفس كلمتها الأولية مرحبا بإخواننا من أهل قم شي يريد يقول الإمام انتم كلكم هاي منطقتكم احنا نسميها بلغتنا قم هذه بلاد العجم هذه بلاد المشرق هذه بلاد إيران كلها نسميها شنو نسميها قم فإلى هنا يتبين قم مو المراد فقط هذه البقعة الصغيرة أو المدينة التي تشرفت بمضجع مولاتنا فاطمة المعصومة كأنه إشارات أكو إلى كل بلاد إيران يسمونها قم أقرأ لك باقي الرواية وإن كان راح تتأخر بس حلوة الرواية قال فعاد الكلام قالوا ذلك مرارا وأجابهم بمثل ما أجاب أولا كل ما قالوا احنا من أهل الريح وقالهم مرحبا بإخواننا من أهلكم بعد ذلك الإمام كمل تكملهم جدا مهمة أفتح فرد مطلب في ذهنك قال فقال لما عاد عليهم مرحبا بإخواننا من أهلكم قال فإن لله حرما وهو مكة وإن للرسول حرما وهو المدينة وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة وإن لنا حرما وهو بلدته قم فرأي وغير الرأي كل سمى قم وحرم أهل البيت قم يعني تقدر تقول الإمام جا يعبر عن بلاد إيران أو بلاد المشرق كلها حرم الأئمة حرم الأئمة من بعد أمير المؤمنين إلى إمام زماننا لأن كل الأئمة يتأملون إمام زماننا وبعدين تفهم من الروايات إمام زماننا أكثر أنصار والممهدين لظهوره الشريف أغلبهم من أين من بلاد إيران من بلاد قم التي يسمونها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فصارت رقعة كبيرة العلم ينتقل إليها وفعلا تجد ما موجود في إيران من علوم لأهل البيت ما موجود غير المشان وحتى في الكوفة الفعلية وحتى في الكوفة في الماضي وحتى قبل يهجر صدام البعثيين العلماء وكانت حوزة وكانت 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 هذا الولاء الموجود عند الإيرانيين بلا تعارف يعني وبنظرة منطقية ما موجود غير المشان ولا موجود في الكوفة ولا موجود في العراق كله ولا عند العرب كله لأنه الأئمة ولهذا سمى الإمام الصادق وإن لنا حرما مكان آمن إلنا إحنا وين يكون هذا قوم وهي إيران ولهي فيها علومنا من هناك ستنتشر وتتمم الحج على أهل المشرق والمغرب زين بعد رواية أقرأ الكياهة من كتاب الملاحم والفتن هذا كتاب لملاحم والفتن للسيد ابن طاوس معروف هذا الكتاب سيد ابن طاوس المعروف صفحة مية وخمسة وثلاثة قل أكمل لك الصورة قال ريد نفهم لأنه كان السؤال الخراساني مذموم لو ممدوح شوية شوية جايت بين رقعة إيران ومن ضمن رقعة إيران شنو خراسان وخراسان وقوم وري وكلهم شي سموهم يسموهم العجم تمام الأولاد هنا أقرأ لك رواية عن العجم ومخصوصا في آخر الزمان أكثر من رواية أنا أحضر لك روايتين اسمع حين صفحة مية وخمسة وثلاثين الملاحم والفتن لسيد ابن طاوس قال عن الحسن عن سمرة بن جندب أو جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشكوا أن تملأ أيديكم من العجم يكاد تملأ أيديكم من العجم يعني وفعلا هذا حصل في زمن أمير المؤمنين وبعد أمير المؤمنين كوفة وغير كوفة صار فيها كثير من العجم وهذه المدائن وغير المدائن كثير ولحد الآن آثار العجم فيها موجود قد تقول العجم عند العرب معناه شنو غير العربي لكن هنا في الغالب غير العربي خلو مو يجينا رومي من أوروبا أكو أوروبا أكو أوروبي واحد عايش أدنا بالكوفة لو بالمدائن لو بالسعودية بالحجاز العجم يعني الفرس يعني بصورة عامة أهل خراسان أهل المشرك هؤلاء اللي هما أسلموا من اليوم الأول وراح تنتضح عندك الصورة أكثر قرارك الرواية اللي بعدها قال يوشكوا أنتم لأيديكم من العجم ثم يجعلهم الله أسداً لا يفرون أول شيء يكونون بين أيديكم مثل الخدام وهذا موجود كان في زمن أمير مون بعد أمير مون وزمن الإمام الحسن وزمن الإمام الحسين بالكوفة وغير كوفة وحتى في المدينة يستخدموهم العجم هناك كانوا أما ماذا يقول النبي ثم يجعلهم يجي زمان يجعلهم أسداً أسد جمع أسد سبع لا يفرون شونه معني يعني رح يقاتلوكم يدخلون عليكم ويقاتلوكم وذلك العجب فيقتلون مقاتلتكم شعبكم واحد حامل إسلاح يقتلوه وَلَا يَأْكُلُونَ فَيْأَكُمْ ما جايين طامعين بأموال اللي يعدكم ما يأكلون فيكم ما يأكلون أموالكم شنو إذن عدوهم غاية أخرى غايتهم مو أموال غايتهم مو نهب هذه إشارة إلى زمن الظهور قبل الظهور هذه إشارة إلى العجب إلى أصحاب العجب أصحاب الخراساني مو رح يدخل إلى الكوفة مو رح يحارب مو رح يقاتل لأنه تتعجب تقول يعني من أهل الكوفة ومن أهل العراق يكونون أتباع السفياني بالي كثير من أهل العراق رح ينضمون تحت راية السفياني ويدخل إلهم الخراساني ويقتلهم كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا وأكثر يتضح بعد رواية مقرارك إياها رواية أيضا موجودة في هذا الكتاب ملاحم الفتن صبحة 183 وثمانين خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال من خطبة لمولانا علي عليه السلام يقول في أواخرها كان الخطبة طويلة لكن أخيرها سيد بن طاوس ينقلها عن كتاب اسمه مشيخة الحسن بن محبوب يقول في أواخرها ما هذا لفظه وقد كلام أمير المؤمنين عليه السلام منه أنا راح يبدي وقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يعني الطانفة لتسر بيّن لفرشي النبي وقال يا علي لتقاتلن لتقاتلن الفئة الباغية أنت راح تقاتل الفئة الباغية والفئة الناكثة والفئة المارقة بعد القاسطين والمارقين هذولة جاء يتحدث عنهم النبي أما والله كلام النبي لأمير المؤمنين أما والله يا معشر العرب كلام أمير المؤمنين بدأ يقول النبي قال لي راح تحارب ثلاث حروب البغاة والناكثين والمارقين أما والله يا معشر العرب لتملأن أيديكم من الأعاجم ولتتخذن منهم الأعبد راح تستخدموهم وتخليهم عبيد عندكم هذا في الزمن الماضي طول زمن الأئمة مظلومين كانوا العاجم عند العرب اللي راحوا على حب أهل البيت أو خسروا حروب واستخدموهم هناك وصاروا عبيد عندهم ويا 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 قال ولتتخذن ولتتخذن منهم الأعبد وأمهات الأولاد نساؤهم هم يصيرا جواري عندكم وضرائب النكاح راح تزوجون منهم من نساؤهم أنتوا هنا نعدكم العرب حتى إذا امتلأت أيديكم منه عطفوا عليكم عطف الضراغ بعدين ورا هاي الفترة راح هم يتسلطون عليكم أنتم تسلطين عليهم كنتم راح هم يتسلطون عليكم شو وقت يتسلطون هذا الحديث إشارات عن حرب ستكون ولا عاجم هذر عاجم شو وقت راح يتسلطون على أهل الكوفة وعلى أهل العراق الإمام أمير ونه ناجح يخطب وين بالكوفة بالعراق قال حتى إذا امتلأت أيديكم منه أو ربما منهم هنا منهم مكتوب عطفوا عليكم عطف الضراغ العسود يعني التي لا تبقي ولا تذر عسود لا تبقي ولا تذر شو وقت هذا يصير لحد الآن ما صاير فالإشارة وين إلى آخر الزمان إلى قبل ظهور إمام زماننا ورح يتبين أكثر في باقي الرواية عطفوا عليكم عطف الضراغ التي لا تبقي ولا تذر ولا تذر فضربوا أعناقكم وأكلوا ما أفاء الله عليكم وورثوكم أرضكم وعقاركم ورح يتملكون لقاعانكم وأملاكم ربما ربما ما أدري في العصر الحالي هذا الشيء بتحقق لو لا ومخصصا نشوف جماعتنا العراقيين يسكون من الإيرانيين تخلى وأكلوا أموالنا وسكنوا بيوتنا وأملاكنا وكذا هذا موجود كلام بالعراق ربما هذا وربما شيء آخر دعوا أسمع أسمع الباقي قال وورثوكم أرضكم وعقاركم ولكن لن يكون ذلك منهم إلا عند تغير من دينكم ماذا وقت راح يصنون العجم هالشكل وراح يقاتلوكم وقتلوكم وتملكون أراضيكم وبيوتكم وأموالكم عند تغير من دينكم راح تنحرفون عن الدين والدين ما هو قلنا علي وأهل البيت الدين مولانا وصاحب الأمر وزمان وانت تشاهد الحال يعني كثير من من هم شيعة عرب ذكرت بعيدون كثير عن إمام زماننا ولا يعرفون شيء عن إمام زماننا وإذا عرفوا فقط لقت اللسان ويتصورون زيد أو عمر أو بكر تدرون هم مرة يقولون هذا إمام زماننا ويقول هذا إمام زماننا موجودين هم وبيناتهم يقولوا يا الله يمت تظهر أنت ويحاك وخاطبوا يمت تظهر تظهر نفسك لأنهم جهلوا إمام زمان تغير عندهم الدين قال ولكن لا يكون ذلك منهم إلا عند تغير من دينكم يا أهل الكوفة خاطب أهل الكوفة وفساد من أنفسكم رح تفسدون في الأرض تشوف شي لعبون ما يلعبون بالإراق الشيعة لهاي صار ما يقارب عشر سنة الشيعة حاكمين بالإراق ماذا أفسدوا بالبلاد وبالعباد وبدين العباد واستخفاف بحق أئمتكم كلام مواضح تستخفون بالأئمة وما لدي أذكر لك شواهد يعني يتجاسرون على الأئمة وما حد يقول لهم شيء بس إذا فد واحد طفل يتجاسر على فد واحد من الرموز تقوم القيامة شايفين هذا الخطيب على المنبر شفتوا له صعد على المنبر ومنبر زاء ظاهر زين ومجلس تقيل يجيب اسم فدرمز من الرموز خليه يدعي على رأسه وشيء وبعدين خلاف شوية يجيب اسم الإمام الحج واستخفاف يقول يقول بحق أئمتكم وتهاون بالعلماء من أهل بيت نبيكم علماء من أهل البيت لما مراد نفس الأئمة وأما الذين يحملون علم أهل البيت مثل العلم الموجود والولاء الموجود عند العجم وعند الفرس وعند أهل خراسان وعند أهل قوم الذي أرز العلم وانكمش مناك وإجال هنا وتهاون بالعلماء تستهنون بالذين يحملون علومنا أهل البيت فذوقوا بما كسبت أيديكم وما الله بظلام للعبيد هذا كلام أمير المؤمنين على المنبر فأيضا يشير العجم والعجم في ذلك الوقت موجودين كانوا في الكوفة وفي أطراف الكوفة قال تتملكوهم وتستعبدوهم لكن بعدين يصيرون أسد عليكم رح يصيرون ضراغم ويقتلون مقاتلة كل اللي يحمل بكم إصلاح يقتلوه حتما إشارة إلى حركة الخراساني عندما يدخل إلى العراق أو قبل حركة الخراساني اللي ربما إحنا هذه الأيام نشهدها وكلهم هم مهم شنو شيعة العراق يشكون منها ليش العجم ليش الإيراني مستولين علينا فهذه لمحات تشير إلى الخراساني ولا تسلط العجم وأهل المشرق وأهل قم بعد لا أقرأ لك أول شيء هذه رواية من بحار الأنوار جزء 34 هذه حلوة رواية عبارات هم عن أمير المؤمنين بعد أوضح قال في كتاب الغارات هذه جزء 34 من بحار الأنوار صفحة 319 قال وفي كتاب الغارات كتاب الغارات مؤلفه في القرن الثالث متوفي من علماء الشيعة كتاب تاريخي يذكر أحداث عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال عن عباد بن عبد الله الأسدي أو الأسدي قال كنت جالسا يوم الجمعة وعلي عليه السلام يخطب على منبر من آجر الآجر يعني طابوك صعد على منبر من طابوك يخطب يوم الجمعة وابن صوحان صعصع ابن صوحان واحد من أصحاب أمير المؤمنين المقربين جالس فجاء الأشعث الأشعث ابن القيس المنافق فقال يعني دخل للمسجد ودخل في وسط الخطبة فقال يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على وجهك شنو يعني الحمراء يسمون به العجم ليش يقولونهم حمراء أو يقولونهم حميراء أو يسموهم الحمر ليش لأن بيض حمر يصيرون ماكوه شي وجوه هناك تلك البلدان فيسموهم الحمراء وجوههم بيض حمر حمر قال يا أمير هذا المنافق أشعث ابن قيس قال يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على وجهك يعني ذول العجم جاي تقدمهم علينا وجهين عندك صائرين وإحنا العرب تاركنا فغضب علي عليه السلام أمير المؤمنين على المنبر فقال صحصعة صحصعة قاعد جوا والراوي جاي سمع ليبين اليوم من أمر العرب ما كان يخفى فصالي أمير المؤمنين سمع هذه الكلمة وهو على المنبر وغضب حتما راح يبين فلش شي خافي على العرب لأن ذول أجوا الأشعث بالأمام الحضور ذنب العجم ذنب الحمراء حتما راح قال اليوم يبين فلش شي مخفي صحصعة يعرف أمير المؤمنين عليه السلام فقال علي عليه السلام على المنبر من يعذرني عن هؤلاء الضياطرة يعني من يخلصني من هذول الضياطرة الضياطرة منه هذا اللي طويل وعريض وضخم بس لئيم هذول يدعون البطولة يدعون القوة بسطلاح اليوم يدعون الشقاوة لأم عنده من يعذرني عن هؤلاء الضياطرة يقبل أحدهم يتقلب على حشاياه يجينا واحد كان يتقلب على فراشة نائم مرتاح ويهجر قوم لذكر الله أو يهجر قوم لذكر الله يجي أقوام اللي يذكرون الله يريد يطردهم من يمي فيأمرني أن أطردهم يريد أطرد من يمي العجم فأكون من الظالمين الأمير وممي في زمانة مقرب إلى العجم وفيها حكمة تقريب العجم بعد ذلك قال أمير المؤمن عليه السلام والذي فلق الحب وبرأ النسم لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وآله يقول يقول سمعت النبي يقول ليضربنكم والله على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدأ أنتم رحت العرب حاربت العجم وقتلتوهم حتى سويتهم مسلمين دخلوا في الدين راح يجي يوم هم راح يضربوكم وسووكم مسلمين قال مغير كان علي عليه السلام أميل إلى الموالي وألطف بهم الموالي يعني العجم إيراني الموجودين هناك وألطف بهم وكان عمر أشد تباعدا منهم كره العجم سنة عمرية ومحبة العجم وتقديم العجم سنة علوية فليسمع العرب الذين يربونهم على بغض العجم يعني يربونهم على بغض الخراسان يعني يربونهم على سنة عمرية والأئمة من ذلك الزمن يحبون العجم ويهيئون هذه المحبة ليست اعتباطية يهيئون كأنه للخراسان وللعجم يأتوا لينصروا مهديهم ينصروا مهديهم عليه أفضل الصلاة والسلام آخر رواية أحاول آخر رواية قصيرة قرارك حتى يتضح إليك شوف العجم صار بلاد إيران بلاد قوم أهل المشرق أهل خراسان كل هذا خراسان عجم هذا كتاب الغيبة للشيخ النعماني عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال على رواية أنا قال كيها ورح أعيدها إليك الإمام الباقر يقول كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق وين المشرق إيران من هم إيران العجم الحديث وين على آخر الزمان كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه هذا مبين مقدمات الخراساني يطلبون الحكومة أو الحرب اللي صارت بينهم وبين البعثيين غصبوا الأراضي الإيرانية وطالبوا بها ما يعطهم إياه يطلبون الحق فلا يعطونه وحتى في زمن الشاه ينطبق عليهم ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك ما حد يطيهم حقهم مما اغتصبوه لأنه جماعة الخراساني يعتقدون أن الحكومة يجب أن تكون بيد الشيعة بيد أهل الفقه وأهل العلم من الشيعة هذا يعتبروه الخراساني ديدنا هذا يعتبر هذا حق له ما حد نداعي بهذا الحق وما حد ملتفت له هذا الحق المسلك الموجود عندنا في الحوزات يتنفر من هذا الحق ويبغض هذا الحق ويبغض الناس لمن يؤمن بهذا الحق قال يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم قاموا الحاربون فيعطون ما سألوه اشتردون بتهدون حكومة تنازل تدرون الشاه تنازل قام طلع فكوا يا أخو منا ما فكوا في الحرب همات النفس الشي مع البعثين تركوا الأراضي الإيرانية تعالوا بطل الحرب بعد ما ما يقبلون قال وضعوا سيوفهم على عواتقهم يعني حاربوا فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوم يقومون يعني ثورون حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم هاي الراية وهذا القيام وهذه الثورة وهاي الحكومة اللي راح يستلموها لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم من هو صاحبكم مهدي آل محمد علي الله صلات الله فهؤلاء أهل المشرق هؤلاء أهل خراسان أهل قوم أهل ري أهل إيران يدفعونها إلى صاحبكم هؤلاء هم العجن الذين سيدخلون إلى العرب ويكونوا أسد لا يفرون ومن الحرب لا يملون أكفروا يات من الحرب لا يملون قال العبارة بعدها لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء بعد أكثر من هذا لمدح الخراسان والعجن في آخر الزمان يدفعونها إلى صاحبكم شنو يعني يعني قريب الظهور قتلاهم شهداء أما إني الإمام الباقر يقول أما إني لو أدركت ذلك لو أنا لحق على ذي الفترة لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر سأبق أبقى نفسي حتى يظهر صاحب يعني الفترة ليست بعيدة جدا لمن يدرك حركة الخراسان هذه التي أشرنا إليها في روايات كثيرة وبعد كثير جدا أكو بخصوص هذه الحركة الموجودة أو التي تكون ستستمر وتنتهي إلى الخراساني ودخول الخراساني ودخول العجم إلى العراق وهي راية الخراساني وتلتقي بالسفياني وتقتل السفياني تقاتل السفياني وتدحره مع راية اليمان فهذا الخراساني مذموم لو ممدوح يقول قتلاهم شهداء ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم ولو أنا ذاك الزمان لا استبقيت نفسي إلى صاحبكم آخر رواية لأنه واحد وإخواني طلب مني هذه الرواية أذكرها أذكركم إياها من كتاب ملاحم الفتن حتى تتضح الصورة أكثر فأكثر عند الحاضر المستمع وعند المشاهد هذا ملاحم ابن طاوس عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عفوا عليه السلام قال سطرين هن يخرجوا شاب من بني هاشم يخرج يعني ثور يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال خال يعني علامة بكفه اليمنى خال ويأتي من خراسان برايات سود تكرنا في الأسبوع الماضي بين يديه شعيب ابن صالح رئيس جيشه وواحد من رؤساء جيشه شعيب ابن صالح وهذا مذكور في روايات كثيرة في جيش الخراساني شعيب ابن صالح يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم أكثر من هذا الوضوح في أن الخراساني ممدوح ومن أنصار الإمام والذين سيدخلون هو العجم أهل المشرق أهل قوم ينشرون العلم يتممون الحجة تصورون أنت قبر هاي الثور الإسلامية شنو كانوا الشيعة أكو أحد كان يعرفهم أصلا بالعالم وبعده طبعا بعد كل ما تقترب وتشتد الأمور أكثر لابد أن تتبين حقائق عن إمام زماننا وعن أهل البيت إلى كل العالم والمصدر ما له هو بلاد المشرق وبلاد العجم مثل ما قتلتوهم على الدين بدءا راح يرجعون عليكم أنتم يغاتلكم على الدين عودا معناه عندما يظهر الخراساني واليماني في العراق شيعة العراق شنو ما عدهم دين اللي راح يأتون للعجم أكو عدنا بروايات ينصبون فساطيطهم يعلموكم القرآن كما أنزل ويأتون بأمر جديد ويروايات جدا كثيرة بخصوص جماعة العجم أو أهل المشرق أو جماعة الخراساني أسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يزيدنا معرفة وإيمان وتصديق بإمام زماننا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة